عرض مميز جداً بيقدموا البنك الأهل المصري على بطاقات الاقتمان بينفزوا البنك العملاء وده علشان تنشيط التعامل على النوعية دي من البطاقات والشهادة اللي بيقوم المتعاملين مع البنك بشرقها أو ادخار أموالهم من خلالها إيه هي تفاصيل العرض المميز ده بالضبط وإيه هي المدة اللي هيستمر فيها العرض وهينتهي إمتى تحديداً تابعونا بيحاول البنك الأهل المصري أنه يحقق أكتر من هدف في وقت واحد وده من خلال تقديم عروض مميزة من وقت للتاني لعملاء بطاقات الاقتمان بالصفة عامة علشان يشجعهم على أنهم يزودوا استثمارهم في النوعية دي من البطاقات والشهادات اللي بيصدرها البنك بصفة عامة وحوالين المسألة دي أعلن البنك الأهل المصري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء اللي بيتيح البنك من خلالها الفرصة للحصول على كاشباك 10% من إجمال مشترياتك بحد أقصى ضعف رسوم الإصدار وقت الحصول على بطاقة اهتمان البنك الأهل المصري وبضمان الشهادات خلال شهر يونيو ويوليو 2022 وفي حالة قيام عملاء بطاقات الاقتمان الجدد بإصدار بطاقاتهم الاقتمانية بضمان الشهادات خلال فترة العرض واستخدامها في المشتريات خلال شهر الإصدار أو الشهر اللي بعده هيقدروا يحصلوا على كاشباك بنسبة 10% من قيمة المشتريات اللي عملوها خلال الشهرين وبحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول وعن الحد الأدنى لمجموع المبالغ المستخدمة في المشتريات وقيمة الكاشباك فبيكون بحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول بحسب نوع البطاقات الاقتمانية كالتالي أولاً يعتبر العرض ساري للعملاء الجدد أصحاب البطاقات الاقتمانية الأصلية الغير إضافية ثانياً بيفضل العرض ساري على البطاقات الاقتمانية اللي بتكون صادرة خلال فترة الحملة والمضمونة بضمان الشهادات دي ثالثاً بيتم استبعاد حركات المرتجعات عند حساب قيمة الكاشباك للعميل وبيتم استبعاد حركات تقصية التجار وقت حساب قيمة الكاشباك للعميل رابعاً هيتم إضافة قيمة الكاشباك على البطاقة خلال الشهر الثالث لشهر الإصدار خامساً يعتبر العرض ساري من 1 يونيوه 2022 حتى 31 يوليوه 2022 وبيشمل العرض مجموعة من البطاقات الاقتمانية اللي بيقدمها البنك بصفة عامة وهي كالتالي بطاقة فيزا جولد ويعتبر الحد الأدنى لمجموعة المبالغ المستخدمة في المشتريات لها هو 3000 جنيه وقيمة الكاشباك بحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول 10% بحد أقصى 500 جنيه ومن بعدها بطاقة ماستر كارد تيتانيوم مانشستر يونيتد والحد الأدنى لمجموعة المبالغ المستخدمة في المشتريات لها 3000 جنيه وقيمة الكاشباك بحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول 10% بحد أقصى 500 جنيه ثم بطاقة فيزا ماستر كارد بلاتينيوم ويعتبر الحد الأدنى لمجموعة المبالغ المستخدمة في المشتريات لها 5000 جنيه وقيمة الكاشباك بحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول 10% بحد أقصى 1000 جنيه أما عن بطاقة فيزا ماستر كارد الحد الأدنى لمجموعة المبالغ المستخدمة في المشتريات لها 7500 جنيه وقيمة الكاشباك بحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول 10% بحد أقصى 2000 جنيه وأخيرا بطاقة فيزا إنفينت ماستر كارد وورلد إيلت والحد الأدنى لمجموعة المبالغ المستخدمة في المشتريات لها 10,000 جنيه وقيمة الكاشباك بحد أقصى ضعف رسوم إصدار البطاقة للعام الأول 10% بحد أقصى 6000 جنيه ترجمة نانسي قنقر